اشتركوا في القناة كما اكد المانع انه ستتم اعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي بما لا يتعدى ثلاثين شخصا في كل منشأة بدءا من يوم السبت المقبل خلال الفترة الماضية شهدنا والحمد لله التزاما اسهم في خفض معدلات الانتشار وشهدنا كذلك تهاونا اسهم في زيادة معدلات الانتشار هذا الخفض وهذه الزيادة نتيجة قرار يتخذه كل شخص منها فالحفاظ على صحة اسرتنا الصغيرة في المنزل واسرتنا الكبيرة في الوطن هدف يستحق مواصلة الالتزام وتقديم المزيد لتحقيق هذا الالتزام في تاريخ 17 سبتمبر الماضي بلغ عدد الحالات 6885 حالة قائمة كرقم كبير وقياسي تم الوصول اليه منذ بدء الجائحة في ملكة البحرين بالروح المسؤولة الحمد لله وصلنا الى تحسن في النتائج اليومية بتسجيل 3773 حالة قائمة في 14 أكتوبر الجاري وذلك بنسبة انخفاض بلغت 45% خلال أربع تسابيع استطاع المواطنون والمقيمون في مملكتنا الغالية خفض الأرقام لما أبدوهم من وعي والتزام ولكن هذا لا يعني نهاية الطريق ولكنه بداية العمل نحو مزيد من الحد من انتشار الفيروس والوصول لنتائج خفض أفضل مما وصلنا اليه خلال الأربع تسابيع ولذلك يجب على الجميع مواصلة الحرص على التزامات بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني والجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر